قلد سيد عبود قل لي هذا لزمك بالتقليد يشفع لك يدفع عنك قلت لها تعلمت من أبوي أو أمي بأنه أنا المقلدة يشفع لي وإذا ما قلت هتخل النار قال خوش تقدر تقلد محمد بمكان عبود قلت لقي أنا حر ما لازم نهو ما حاطلك الأبتشات بديه قال إذا فرغت من محمد بعد سنة وإجاك واحد قال لك قلت حج فاضل أو شيخ فاضل بالأسماء تضرب ولا تقاس ما نسمي أسماء قلت لأي أقدر قال لي عزل عزاك إذا أنت تخلع اللي يدخلك للجنة شلون يدخلك للجنة إذا هذا تقدر تخلع أنت أو حرم مزاجك تخلع شلون إذا خلعته يدخلك للنار أنت ما طول حر بخلعة ما ملزم بيك ولا ملزم بيه أنت قلت له يعني ما عفتهم قال لي تقدر تخلع إمام عصرك قلت له إمام عصر فلان عبوت وقلت لك قال لي لا يا أبوية اللي تخلعه مو إمام عصرك إمام عصرك ما تقدر لا أنت تخلعه ولا أبي يبيك يخلعه هذا اللي ينصبه الله ما حد يخلعه بس اللي ينصبه تهدكاكين أي واحد يخلعه يا بني ولينخلع لا تشد بيظهرك مثل ما واحد قاعد يشتغل وهي وزير صبح من الصباح الوزير ما موجود يخلعونا ويوزيرا